مساء الخير أصدقائي تحياتي إلى الجميع كثيرين هم من أخذوا لقاح الكورونا بألمانيا بعد مرور أكثر من ثلاثة عوام على فيروس كورونا والسبب هو أنه الحكومة بألمانيا وبكل دول عالم تقريبا تشجع الناس على اللقاح والكثير من المؤسسات الصحية والطبية والبرامج الدعائية أيضا حفت الناس على أخذ اللقاح على الرغم من اكتشاف اللقاح بوقت قريب جدا وعدم وجود تجارب سريرية كافية له مثل اللقاحات التي عرفتها البشرية خلال المئة عام الماضية الآن فيلت الألمانية نشرت تقرير عن أكثر من ثلاثمائة ألف شخص بداخل ألمانيا حياتهم أصبحت جحيم وحصلت لهم مشاكل صحية بعد تلقي جرعات لقاح الكورونا وقالوا إنهم حصلت عندهم مشاكل صحية كبيرة بعد تلقي جرعات اللقاح والآن الكثير منهم يريدون الحصول على تعويضات بسبب الأضرار التي ألحقت بهم أحد المتضررين هي أمرأة لجأت للإعلام لشرح قصتها وهي الآن عمرها عشرين عام اسمها ألينا آدمز تقول إنها قبل أربعة عشر شهر من الآن تحديدا في ديسمبر من عام 2021 لما كان أنا ذاك بألمانيا لا يمكنك أن تفعل كل شيء بدون اللقاح لا تدخل المحلات لا تدخل الدوائر تقول إنها كانت صحتها جيدة وتمارس الرياضة وتخرج أيضا للتنزه كثيرا ولكن بديسمبر من 2021 أخذت الجرعة الثالثة من لقاح الكورونا وبأول يوم ما حصل له شيء ولكن باليوم الثاني بعد أخذها للجرعة الثالثة حصلت عندها صعوبة بالتنفس وتسارع كبير بدقات القلب والداء البنت اللي عمرها عشرين عام أخذوها لعند الطبيب وأخذوها أيضا لعدة مشافي والكل يعني كل الأطباء كل المشافي يقولون لا نعرف ما هو السبب وما هو المرض الذي تعاني منه بنتكم بمرور الزمن البنت فقدت القدرة على المشي وأصبحت تحتاج إلى الكرسي المتحرك ووالديها يعني كبار سن يدفعونها والأهل نشأ عندهم شك كبير كما يقول موقع فلت والشك هو أن اللقاح كان بالفعل هو السبب لأن حالتها غريبة وبدأت تتدهور بعد يومين من أخذها للجرعة الثالثة ولمدة عام كامل كل الأطباء يقولون لها لا نعلم ما هي مشكلتك حتى أتى ديسمبر من العام الماضي عام 2022 عندما شخصت حالتها عيادتين بألمانيا وقالوا لها أنت تعاني من مرض جديد وهو اسمه بوستفاك زندوم وهو يعني هكذا تم وصفه بالموقع الأخباري وهي متلازمة مع بعض لقاح الكورونا أو أعراض جانبية يحصل بسبب لقاح فيروس الكورونا هذه المرأة والكثير من الحالات المشابهة لجأوا إلى شركة بايونتيك اللي يعني صنعت اللقاح واشتكوا لها حالهم حال يعني عدد كبير من الناس وهذه الشركة اللي أسسه أوغور شاهين وكان جواب الشركة هو جواب يعني قد يكون استفزازي يعني يعتبر من قبل البعض وهي أن الشركة تبحث عن كل حالة مشتبه بها على حدة لتقييم الوضع الكلي ولا يوجد تعليق آخر من شركة بايونتيك طبعا معهد باول إيرليش الصحي بألمانيا لمراقبة يعني تأثيرات الجائحة ويعني تأثيرات أو مضاعفات اللقاح يقول أنه تلقى حوالي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف شكوى واتصال من شخص بألمانيا بسبب مشاكل صحية متعلقة بأخذ جرعات اللقاح هذا يعني حسب ادعاء الأشخاص الحزب المسيح الديموقراطي وهو حزب المستشارة السابق إنجلا ميكل دعا إلى عقد قمة برلمانيا لمناقشة هذه المشكلة ولإيجاد حل للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض المرتبط باللقاح كثير ناس يعتقدون أنه حياتهم تغيرت مناعتهم أصبحت ضعيفة وبدأت تحصل عندهم مشاكل عديدة بسبب أخذهم لللقاح طبعا المقال طويل جدا ومتشعب جدا أنا اختصرت لكم أهم ما جاء بهذا المقال ولمن يريد أن يغوص بتفاصيل أكثر تركت لكم الرابط بأول تعليق فهل تعرفون أحد تدهورت صحة بعد اللقاح أو حصلت عنده مشاكل صحية خطيرة شاركونا أراءكم بالتعليقات الموضوع الآخر أصدقائي بألمانيا وبولاية بافاريا حصلت اليوم عملية أمنية كبيرة جدا جرى خلالها مداهمات موسعة كان الهدف منها اعتقال مجموعة أشخاص وبالنهاية تم اعتقال ستة أشخاص هؤلاء الستة ينتمون إلى ما يسمى بالغايش بوغا الغايش بوغا يعني تقول الشرطة الألمانية أنهم كانوا يخططون لعمل بلبلة ولقطع بأسلاك الكهرباء بألمانيا لفصل الطاقة عن أجزاء كبيرة من البلاد كي تتمكن جماعة كبيرة تابعة لهم عددها ألاف الأشخاص من الاستحواذ على السلطة وإنشاء نظام حكم يعني ديكتاتوري تقول الأنباء أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم كانوا يعني عاملين شيء مشترك فيما بينهم وهو أنه كلهم على الأطلاق كانوا عاملين بمنزلهم خزن كبير للمواد الغذائية والماء والأدوية وبقية مرسلزمات البقاء على قيد الحياة الأخرى يبدو أنهم كانوا مستعدين لحالات طوارئ وجماعة الغايش بوغا حسب تقديرات الاستخبارات الألمانية لعام 2019 فإن أعدادهم تصل إلى حوالي 19 ألف شخص من بينهم 950 يعني شخص تابع للطيف اليمين المتطرف وهم قيد المراقبة الأمنية موضوعنا الآخر هو أنه بسبب المشاكل العالمية التي تحصل الآن والكلام عن بداية نشأة القوة الشرقية التي تمثل يعني معسكر الشرقي روسيا الصين الهند إيران كوريا شماليا وبعض الدول الأخرى وهذه القوة هي قوة معادية للغرب المتمثل بأمريكا والاتحاد الأوروبي وحلفائهم الآخرين فما يحصل الآن هو هجمات رقمية كبيرة أو هجمات قرصنة يعني تحصل بالسنين الأخيرة ولكنها الآن وصلت إلى ذروتها الاتحاد الأوروبي هذا اليوم أعلن عن قرار مهم لأجل الحماية من القرصنة الإلكترونية وهو منع تطبيق تيك توك عند موظفين مفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي كلهم يجب عليهم أم يمسحون أو يزيلون تطبيق تيك توك من هواتفهم لأن هناك معلومات بأن الصين حسب الإعلام الألماني تستخدم هذا التطبيق للتجسس على سكان الدولة الأوروبية أو على الدول الأوروبية خصوصا من يعمل بأماكن حساسة ومهمة ونص القانون يقول هو إزالة وجود التطبيق من الهواتف لأنه أداة قد تستخدم بالاختراق وتهدد الأمن السيبراني بألمانيا أعضاء بالحزب الليبرالي الف دي بي مثل موريتس كونغا طالب بأن تقوم الحكومة الألمانية بنفس الأمر وأنه تقوم بمنع التطبيق بشكل موسع ويقول تقريبنا الولايات المتحدة الأمريكية فعلت الأنظمة الأمنية المتعلقة بالأمن السيبراني تجاه تطبيق تيك توك يعني كل الأجهزة الأمنية الألكترونية موجهة تجاه هذا التطبيق لأنه يعتبر أدالة الحكومة الصينية وهي موجودة بأغلب هواتف الناس بصورة عامة الموضوع الآخر أصدقائي كل شخص عاطل عن العمل أو كل شخص يعمل ولكن ليس لديه شهادة جامعية أو أوسبلدونج معناها معاشا قليل لذلك يجب أن يتابع هذا التقرير لأنه قد يكون مؤهل للحصول على مساعدات عديدة تقريبا عددها تسعة بالإمكان الحصول عليها من الحكومة الألمانية وجزء منها يعني أغلبنا غير سامعين بيها طبعا موقع بلد الأخباري نشر هذا التقرير يعني هذا اليوم عن أنواع المساعدات التي يمكن لمنحالة المادية ضعيفة أن يحصل عليها بألمانيا والسبب النشر هو غلاء المعيشة بألمانيا والتضخم اللي حصل بالعام الأخير 2022 كثيرين بالكاد يستطيعون أن يعيلون عوائلهم أول مساعدة طبعا هذه معروفة من عمر صفر إلى خمسة وعشرين عام كل شخص يعني مقيم بهذا البلد مؤهل لكي يحصل على كيندغل 250 يورو ثانيا مساعدة فونجلد المساعدة بتكاليف السكن أو بتكاليف الإيجار وهي تصل إلى حوالي ثلاثمائة وسبعين يورو ببعض الحالات ولمعرفة إن كنت تستحق هذه المساعدة أم لا وكم هو المبلغ المالي الذي بإمكانك الحصول عليه إن قدمت على هذه المساعدة هناك اعتقاد بأنه كثيرين مؤهلين لفونجلد ولكنهم لا يعرفون أنهم مؤهلين هناك موقع الكتروني راح أترك لكم بصندوق الوصف تابع لوزارة البناء والإسكان هذا الموقع هو لحساب كم ممكن أن تحصل على فونجلد أو هل بإمكانك وإن كان بإمكانك كم ممكن أن تحصل على الفونجلد نوية فونجلد غشنا وكما تشاهدون قلتك هنا تدخل عدد أفراد الأسرة ثم تدخل كمية الراتب الشهرية أو كم تدخل الشهرية وتكتب مبلغ إيجار المنزل الكالت ميتة فقط يعني بس الإيجار البارد بدون ثم هنا تدخل الرمز البريدي للمنطقة وتضغط على بغشن ستجد بالأسفل المبلغ الذي من المفترض أن تحصل عليه لو قدمت على فونجلد وإن لم تجد أي مبلغ فمعناها أن معاشك يعتبر فوق الحد الذي يؤهلك لكي تحصل على فونجلد أكرر لكم أنه الرابط موجود بصندوق الوصف المساعدة الثالثة وهي مساعدة لأول شقة يسكن بها الشخص إن كان عاطل عن العمل أو مسجل رسميا ببغا جلد بإمكانه أن يقدم على طلب عند الدولة للحصول على أموال لشراء الأثاث والألتان جلد والألتان تسايد هي أموال خاصة بالوالدين عند ولاد الطفل لفترة معينة مثلا عام كامل وأيضا تركت لكم رابط بصندوق الوصف لمعرفة تفاصيل أكثر عن المبلغ والحالات ومساعدة مالية هامة لأن كثيرين لا يعرفون إن كانوا بإمكانهم أن يحصلوا عليها أم لا وهي مساعدة الكندرد سوشلاك هذه المساعدة هي لمن لديه طفل أو عدة أطفال ولديه عمل ومعاشى قليل وفوق يعني بنود معينة هو قليل بإمكانه أن يقدم طلب عند الفاميليا انكاسة وطلبه سيمور بإجراءات عديدة مثلا يقدم كشف حساب لآخر ستة أشهر وتكاليف المعيشة لآخر ستة أشهر ومبلغ الإيجارة وقد يحصل لاحقا على 250 يورو لكل طفل هذا مع عدم مساعدة الكندرد التي هي أيضا 250 يورو لكل طفل سادسا اللي هي للمتقاعدين اللي تقاعدهم ضعيف وما يحصلون على أموال من ذويهم عند السوشيال أمت بالإمكان التقدم على يعني هذه المساعدة المالية ومساعدة أخرى هي هي يعني هذه مخصصة المتقاعدين لأوضاعهم الصحية صعبة بالإمكان أن يحصلون على فلاغة من مكتب السوشيال وثامنا من مسجل على الجوب سنتر ويحصل على بوقع غلد أولا مساعدة التأثيث الأولى ربما يعلم بها الكثيرين ثانياً مساعدة مالية متعلقة بالملابس والمعدات الأولية أثناء الحمل وبعد ولادة الطفل وثالث شيء بالإمكان الحصول عليه من قبل مسجنة على بوقع غلد هي الأولاد يكونوا المعفين من أجور الروضة أو المدرسة أو حتى أجور الطعام بالروضة والمدرسة رابعاً دعم تعليمي متعلق بالأطفال اللي مستوهم الدراسي يعني متعثر ويحتاجون إلى ناخ هلفة أو إلى دروس خصوصية هنا ممكن أن تمولها البوقع غلد أو الأشخاص المسجنين على بوقع غلد اللي عندهم أطفال وخامساً مساعدة مالية متعلقة بنادي رياضي أو الثقافي للذي يعني للطفل اللي أهل عاطلين عن العمل سواء تنس كرة قدم سباحة وإلى آخره سادساً مبالغ الرحلات المدرسية أو رحلات رياضة الأطفال أو تغطية يوم كامل أو عدة أيام من هذه الرحلات هذا بالنسبة لمن مسجل ببوقع غلد أو للطفل اللي أهل المسجلين ببوقع غلد بهذا الكم الهائل من المساعدات أنا ما أعتقد أنه توجد دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي تقدم هكذا يعني حزمة كبيرة من المساعدات لسكانها طبعاً لمعرفة التفاصيل أكثر سأترك لكم الرابط بصندوق الوصف تحياتي لكم مع السلامة